موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الحياة السهل مع حياة نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال وأتم الصحة والعافية فيديو اليوم إن شاء الله سيكون مميز كما تتلاحظوا في الصورة ضيف الحلقة هو الخص كيفية زراعة الخص في البيت إما في أوعية أو في حديقة المنزل إلا كنا تنتفروا لها كيفما تنعرفوا أن الخص من الخضروات الهامة للإنسان لما يتضمنه من فوائد غدائية عظيمة وهو من الأغذية النباتية الباردة وللخص ظروف خاصة تناسب نموه وزراعته تتم عبر مراحل متعددة ويمكن زراعته كمحصول سريع النمو أو بطئ النمو اللي عنده اهتمام بكيفية زراعة الخص في البيت أو كيفية الحصول على الخص خالم الهرمونات خالم المواد الكيموية غني بالمواد الغدائية يبقى معنا حتى الأخر الفيديو وقبل ما نبدأوا المعلومات دينا نتمنى أن تضغطوا على زر لايك وكذلك مواقع التواصل إلا شفتوا الفيديو يستحق وكذلك الناس لأول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك ينضموا العائلة للحياة السهل مع حياة من المعروف أن الخص أنه نبات بارد أي أنه يحتاج إلى الجو البارد وليس الحار فلذا من الأفضل المواسم لزراعته فصل الربيع والخريف فهو نبات سهل سريع النمو وزراعته تنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي تحضير الشتلات من البودور وأنسب وقت لهذه المرحلة هو قبل أسابيع قليلة من السقيع الأخير في منطقتك فهذه المرحلة تحتاج الشتلات الكثير من أشيعة الشمس أو وضعها تحت إضاءة إصطناعية حتى تصبح جاهزة للنقل إلى الحاضقة نحتاج لها العملية واحد العلبة من البلاستيك بها تقوب من الأسفل أو لأي وعاء به تقوب من الأسفل نضع واحد طبقة خفيفة من الحصى لضمان جودة التصريف كيف متن دائما تنسوي لها من بعد نضع واحد طبقة من التربة ما الأفضل أنها تكون غنية بالمواد العضوية ممكن أن نغنيوها بالإضافة قليل من بقايا البن وكذلك واحد ملعقة صغيرة من قشر البيض المجفف والمطحون نقوم بخلط التربة بشكل جيد وفي هذه المرحلة تحتاجوا أهم حاجة هي بذور الخص كيف ما تتلاحظوها في الصورة نقوم وبنطرها بهذا الشكل طبقة خفيفة فوق التربة من بعد نقوم بتغطيتها بوحد طبقة خفيفة من التربة ممكن الاستغناء عن هذا العملية بشراء شطلات جاهزة نقوم بسقيها وملاحظة مهمة لا توقعوش في الخطة اللي وقعت فيه هو أنكم تنطروا القليل من البذور أقل كمية ممكن حتى يجيكم الشطلات متباعدة وخلال أسبوعين الشطلات تكون جاهزة يدنا بهذا الشكل وكيف ما قلت ممكن يقتين أهم الأسواق جاهزة ونستغنوا لهذا المرحلة ديال الزراعة ملبودور فهي رخيصة الثمن هنتم في هات المرحلة ضروري من تأكدوا أن هناك جذور الشطلات أول حاجة غان بدو بها في هات المرحلة هو أننا نقوم بإعداد التربة أو المكان اللي غان نغرس فيه هات الشطلات ديال الخص المرحلة الموالية اختيار المكان المناسب اللي غان نقوم بنقل الشطلات فيه وتنظيفه من الأعشاب وكذلك من الأحجار والحصار الموجودة فيه وتهيئة التربة بتسميدها بسماد عضوي أسبوع قبل نقل الشطلات ممكن أن نغرسوا الشطلات ديالنا فيه أوعية بهذا الشكل كيفما تلاحظوا الشاشة بشرط أن الوعاء يكون به يتوفر على تقوب وكذلك نعملوا طبقة خفيفة ملحصة لضمان جودة التصريف هنا بعد تسوية الأرض وتنظيفها نقوم بعمل حفر بهذا الشكل تتبعد مع بعضيتها تقريبا بعشر سنتيمات الضروري من أن الغرسة هو بعمق 5 سنتيمترا ونضغطي قوية لدمان تغطيها الجذور وكذلك الحفاظ عليها من دخول الهواء وكذلك البرد للجذور. في حالة عدم الضغط على الجذور بهذا الشكل قوي. عند السقي سنجرف عليهم التربة. وبالتالي يتعروا لنا الجذور. ويموتوا لنا هذه الشكلات. بعد الانتهاء من غرس كل الشكلات نقوموا بالسقي ديالهم. وضروري من في هذه الثلاثة ايام الاولى نسقيهم يوميا في الصباح وفي المساء. بشكل بسيط بهذا الشكل ما نخليه الشطور باتجفع عليهم تماما. والريء الصحيح يعتبر مفتاح لانتاج جيد للخص. وذلك بتوفير مياه معتدلة ولكن ثابتة تقريبا. خاصة في التقس الحار ما لم يكن هناك هطول للامطار بانتظام. يجب ان تسقى الخص بعمق مرة واحدة على الاقل في الاسبوع. وفي كثير من الاحيان خلال فترة الجفاف نضع طبقة من السماد او القش نظيفة لمساعدة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة. هنا كيف ما تلاحظوا بالجانب دياله تنزرعوا الفلفل. وكذلك البدينجان. معلومة اخرى مهمة لاستفادة الى اقصى حد من مساحة الحديقة المحدودة او الصغيرة يمكن زراعة الخص حول النباتات الطاولة مثل الفلفل والبديجال يساعد الخص جره عن طريق الحفاظ على التربة المحيطة رطبة وباردة وابقاء الاعشاب الطارة تحت الضل فيعيق نموها مع نمو النباتات الاطول فانها توفر الضل اللازم للخص كلما ازدادت الايام دفئة. الخص من النباتات الخالية من الامراض والافات بشكل عام لكن الديدان والرخويات هي الاكثر الافات المزعجة. لذا يستحسن استخدام طوق او حاجز حول شتلات الخص لابقاء الديدان والحشرات بعيدة عنها والرخويات هي اكثر احتمال للانتشار يرش رماد الخشب او التراب المشطورات على التربة حول النباتات لثاني الرخويات سيئة من الاقترب تأكد من اعادة الرش بعد كل هطول للامطار. يمكن حصاد الخص في اي وقت بعد تشكل الاوراق للحصول على افضل جودة من الافضل حصاد الخص مبكرا لان الحصاد المتأخر ينتج نبات طعمه مر وقاسي بعض الشيء. اذا كنت تفضل حصاد رؤوس كاملة يمكنك قص النبات مباشرة عند خط التربة عندما تنضج. ولكن من الافضل حصاد الاوراق الخارجية فقط حسب الحاجة هكذا يبقى النبات في الانتاج لفترة اطول وكذا احاول الحصاد في الصباح عندما تكون الاوراق هشة وحلوة وملئة بالرطوبة. نتمنى من كل قلبي انكم ترفعوا هاد الفيديو الاكبر عدد ممكن من لايكات وكذلك البرتاش مواقع التواصل الى شفتوا محتوى الفيديو يستحق المشاركة وكذلك التشجيع اما بالنسبة الناس اللي اول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش يبقوا توصلوا بجديد القناة وانضموا العائلة للحياة. اسهل معا.